نعم سورة المسد مسد سورة تبت سورة نعم تبت يدى أبي لهب وتب تبت أي من الخسران نعم يعني تبت يدى أبي لهب وتب يعني أبو لهب إكي أليد خسران ورد وهذا دعاء عليه عم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع القرابة و لا قا أن نبي صلى الله عليه وسلم من عمه ما لا قا من الأدى نبي صلى الله عليه وسلم و هذا في من يعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أبو لهب أو غيره فَمَا لَم يُغْنِي عَنْهُ أو حَمْوَالُوا أو أولاده أو جاهو أو حَمَوَالُوا أو أولاده أو جاهو نبي صلى الله عليه وسلم bu zamana kadar her zaman بدua edilip durmuştur عكس هذه الآية أن كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم يترحم عليه إلى يوم القيامة سيصلى نارا ذات لهب يعني هذه النار متلهبة محرقة نصر عافية السلام وهذه السورة فيها آية من آيات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة'lerin درillerinden bir tanesi var لأنها نزلت في حياته في لهب بأنه نصر عافية السلام لا يمكن أن يتوب أو يدخل في الإسلام وعندما كانت زوجة أبو لهب تشارك أبو لهب في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت شريكة له في العزام نصر عافية السلام لأن هذه النار لأن هذه النار لأن هذه النار لأنها تشارك أبو لهب يوضع في عنقها يوم القيامة عذابا لها بكيامت كنون بكيامت كنون من أحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له ذكر كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذكره نبي صلى الله عليه وسلم سبب وكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه وأبغض السنة وعاداه يوشب ويولعن ولا يبقى له ذكر إلى يوم القيامة إلا بالذكر السيء نبي صلى الله عليه وسلم yani kötü bir şekilde ona muammele eden kötü bir şekilde ona buğz eden kim besleyen bir kimse kıyamet gününe kadar kendisine lanet edilir kendisi شأن شerefi kalmaz her zaman alçak bir şekilde akir bir şekilde zikredilir